عدى برسيدة الغنوات هناك ابو ظبي الرياضية الذي دائما حاضره في محادة الحدث الجميل والشوت الحادي عشر ينطلق ومخصصا للجعدان محليات الاصائل لسن الاذاع والستة كيلو مترات هناك الماهر من ينطلق بمهارته على الصدارة والمركز الاول المملوك لهجن الرئاسة راشد المحمد بالسمى المنصوري من يتواجد مع المقدمة انتقل مباشرة مع المركز الثاني هناك سرابة على ثاني المراكز ايضا المملوك لهجن الرئاسة عملية تضميره والتدريب سهيل بن احمد بن دريل فلاحي يتواجد وينطلق على ثاني المراكز بينما المركز الثالث وصل عالي هناك على ثالث المراكز المملوك لهجن الرئاسة والمميز هناك ينطلق مع عالي بارك بن احمد بن مايد الاخيالي في عملية تضمير والتدريب اما المركز الرابع رابع المراكز هملول سمو الشيخ محمد بن بطي معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بغتال بن أحمد من يتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات المركز الخامس وخامس المراكز مهاجر هناك من ياتي على المركز الخامس في هذه اللحظات سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان القابلي يتواجد وينطلق على خامس المراكز المركز السادس وصلاة مهاجر هنا في هذه اللحظات يا سلام هناك مهاجر يا سلام او شاهين التحديات الجميلة المسؤولي المركز الثاني وصل عالي وصل عالي هناك على ثاني المراكز عالي وقدرك عالي هناك يتواجد على ثاني المراكز المميز دائما يتواجد وحاضره هناك على المراكز الامامية يا سلام يا سلام ولكن هناك الماهر 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 مع الخمسمية متر الخمسمية مثل الأخيرة المنفصلة عن الناموس والمقدمة والمركز الأول راشد بن محمد بالسمى المنصوري سلام يا أبو ذياب هنا وسلام رياسي بالفعل هناك على صدارة والمقدمة والمركز الأول خط نهاية دائما يرحب بهذه النوعيات يرحب بهذه الشعلات يرحب بهذه الأسامية الرنانة هنا والمنطلقة مع الصدارة سلام رياسي سلام أسعد الله مساكم وأسعد الله مساك يلمستحيل هنا على هذا الحضور الجميل هنا مع الأمتال الأخيرة لحظات وصوله وعبوله إلى خط النهاية هنا معلن الفوت تهنينا لهيقن الرئاسة وراشد بن محمد بالسمى المنصوري المركز الثاني كان من نصيب عالي المبلوك أيضا لهيقن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مائدة الخيلي على ثاني المركز المركز الثالث سراب المملوك لهيقن الرئاسة وسهيل بن أحمد بن دريل الفلاحي رابع المركز زهاملول معالي الشيخ محمد البطي الحامد مختار بن أحمد من التواجد وهناك المركز الخامس كان من نصيب هناك الجارة حاسو الشيخ ححمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي في عملية تضمير والتدريب والمتابعة المستمرة هناك على خامس المراكز التوقيت الزمني دائما حاضرين هناك عبر سيدة القنوات ابو ظبي الرياضية هناك أيضا المخرج المبدع دائما بلقاطاتها المميزة تسع دقائق بلا شك ثنى عشر سبعة جزاء من الثانية توقيت المهر وهيقن الرئاسة والمستحيل من يتواجد مع هذا التوقيت الزمني المركز الثاني ثاني المراكز لحظات الوصول والعبور من عالي هناك على ثاني المراكز وهيقن الرئاسة والمميز الذي دائما حاضر مع هذا الشعار دائما مميز هناك مباركة بن أحمد بن ميد الخيلي يتواجد معالي قطع المسافة التسع ثمانة عشر ثانية وفق أنه وتماما المركز الثالث وثالث المراكز كان من نصيب سراب المملوك لهيقن الرئاسة وأيضا سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الثالث في هذه اللحظات لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية قطع المسافة في زمن وقدر هذه لحظات الوصول عزيز المشاهدين عزيز الفضول عشاق هذه الرياضة